إلى لبنان حيث أفادت مصادر من التحقيق للحدث بأن الموساد الإسرائيلي هو الذي اختال لبناني محمد سرور في بلدة بيت ميري شرق بيروت لنقله أموالا إيرانية لحماس وكان سرور خاضع لعقوبة أمريكية بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران إلى حماس والمطلوب من الموساد منذ عام 2018 وجد مقتولا في منزله قرب بيروت بما لا يقل عن سبع رصاصات وفادت مصادر الحدث بأن سرور موظف متقاعد في مؤسسة القرد الحسن التابع لحزب الله وكان يحمل في منزله مبلغا ماليا لم يسرقه منفذ الجريمة يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عام 2019 عقوبات على سرور بتهمة تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حماس عن طريق حزب الله من أجل شن عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة تحديد داخل منطقة تدعى المونت فيردي في بيت ميري وقعت جريمة قتل محمد سرور داخل هذه الجريمة وقعت الجريمة هي فيلا يملكها أشخاص ولكن تم استئجارها من أشخاص آخرين فقد الاتصال بهم بعد الكشف عن ملابسات الحادث مدخل الفيلا هنا كما نرى ختم بالشمع الأحضر من قبل القضاء اللبناني بسبب وقوع طبعا هذه الجريمة وبسبب اكتشاف الجثة بعد أيام على وقوع حادثات القتل كما مات هنا وقفزات هناك مواد تركتها الأدلة الجنائية خلفها التي دخلت إلى هذه الفيلا وبحسب المعلومات فإن محمد سرور قتل بخمس إلى سبع رصاصات بحسب المعلومات الأمنية تقول بأن الموساد هو من قام بهذه العملية كونه كان على لائحة العقوبات الأمريكية ومتهم من قبل الموساد بنقله أموال من إيران إلى حركة حماس أما الأجهزة القضائية فتقول أن هناك أكثر من احتمال لحدوث هذه الجريمة ممكن أن تكون خلافات داخلية متعلقة بأمور الصيرفة وممكن أن يكون جهات خارجية نفذت هذه عملية الاغتيال هذه منها الموساد وفي لبنان أيضا نقل صباح اليوم جثمان باسكال سليمان المسؤول في حزب القوات اللبنانية من المستشفى العسكري في بيروت إلى مقر الحزب في منطقة جبيل ثم إلى مستشفى المنطقة في انتظار موعد التشييع وتجمع مناصرون من حزبي القوات والكتائب اللبنانية في نقاط متعددة على الطريق الدولي بين بيروت ومحافظة الشمال حيث استقبلوا موكب الجثمان على وقع الأناشيد والمفرقعات النارية وكانت حدثة اختطاف سليمان من جبيل ثم إيجاد جثته في سوريا كانت قد أشعلت غضب الشارع ليلة الأحد حيث قطعت الطرقات وأضربت المتاجر استنكارا موسيقى موسيقى هذا المشهد وهذه التطورات سوف نناقشها هذا المساء مع ضيفنا من بيروت مروان حمادي النائب في البرلمان اللبناني سعد النائب مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا على شاشة الحدث ودائما في الأخبار الليلة نبدأ من تفاصيل هذه العملية الرسمية هناك كثير من علامات الاستفهام الموجودة والتي تحيط بهذه الجريمة وبهذا الاغتيال ولكن السؤال الأكبر الذي كان موجود هو حول المعلومات التي أعطيت لعائلة سليمان مقابل المعلومات التي هي لدينا الآن وتختلف كثيرا زوجة باسكال سليمان كان يتم إطلاعها من جانب مخابرات الجيش بأن زوجها على قيد الحياة حتى ساعات متقدمة من هذه العملية برأيك اليوم ما هو الخلل الذي حصل من ناحية تعاطي الأجهزة الأمنية الرسمية مع هذه الجريمة مساء الخير ستلارة مساء النور للك والحدث ولكل المستمعين وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير طبعا العالم العربي بأنه بخير ولبنان أيضا مش بخير طبعا لا يشبه بغزة ومآسيها ولكن في قضية القضية الأولى وانت سردت اليوم الليل قضيتين قضية باسكال سليمان وقضية محمد سرور في القضية الأولى باسكال سليمان ما في شك أنه بين قراء السرقة القاتلة السرقة السيارة وبين شبهات الاغتيال السياسي ضاع المحققون وضاع الرأي العام ولا يزال مشدودا إلى هذه الحادثة وننتظر يوم الجمعة التشيع الرسمي مع خطابات باتريارك الموارني وخطابات القوات اللبنانية لكي نتحسس تماما أين وصلت حدة التوتر في الموقف المسيحي عموما من هذه الحادثة ولكن المخاطر على لبنان الخارجية والداخلية بدأت تتفاعل والأمر جعل اللبنانيين في حالة كبرى من الخوف ومن الشعور بأنهم رهائن بين إما هدنة في غزة مع ردود حماس والعدو الإسرائيلي لا نعرف إذا كانت هذه الهدنة ستفتح الباب لهدنة في لبنان وبين ما يجري من انتظار للرد الإيراني وتبعاته وتداعياته اللبنانية إذا الأمر انطلق باللبنان أو مر عبر لبنان وكذلك الأمر بالنسبة للمشاعر التي جندت ضد النازحين السوريين اللي عم بيصير في حملة عليهم خطيرة جدا ويجب أن تتوقف ونستنكرها لأنه سيروح الباطل بجرى الجيد فاليوم الوضع في لبنان قلق جدا الليلة مع أنه ليلة العيد الأولى مسقلة لشاء الوحيد الذي طمأن أن المذاعب الإسلامية لأول مرة من سنوات عيدت أو اتفقت على موعد العيد وهذا كان له وقع جيد نعم اليوم إلى جانب كل هذه المشاكل اللي حضرتك عم تعددها في مشكلة أساسية داخل لبنان أنه اللبنانيون ليس لديهم ثقة بالدولة يعني بعد كل التطورات التي حصلت وغياب العدالة التحقيق الذي حصل أو على الأقل ما لدينا الآن من التحقيق الذي قامت به مخابرات الجيش هناك أسئلة كثيرة حوله إلى جانب كذلك حول أصلا استفراد مخابرات الجيش بهذا التحقيق بوقت أنه اعتدنا أن نرى أدوارا لأجهزة أمنية أخرى في لبنان مثل شعبة المعلومات وسواها لماذا برأيك هذا الموضوع انحصر مع مخابرات الجيش ولماذا هناك هذا العجز الكبير بالثقة بأجهزة الدولة اليوم من جانب الأطراف المعنية بكل حادثة أو جريمة؟ بغض النظر عن من قام بالتحقيق اللبناني لا يثق بالدولة القائمة ولا بالحكومة القائمة ولا بالوزارات المتعددة التي هي وزارات تصريف أعمال ولكن تعمل أقل من التصريف في الموضوع التحقيق أنا زرت اليوم جبال وقدمت التعازي لأرملة السيد باسكال سليمان اللي هي مثل الصخرة وواقفة وكذا ولكن هي اطمعنت تقريبا 24 ساعة على أخبار أعطيت إليها من رئاسة الوزارة من الوزارة الداخلية من أجهزة الأمن أن باسكال بخير وأنه رح يطلق صراحه خلال ساعاته وزقائك وكذا إلى أن صدمت بخبر أنه لقيت جسته على الحدود اللبنانية السورية في قرية هي قرية لبنانية ولكن توصليلت عبر الطريق من سوريا وهي أحد مواقع المعابر المشبوة التي يمر منها السلاح والكبتاجون وتهريب الأموال وكل ما الموبقات فيك تفكر فيها والدولة غائبة والحدود مشرعة فاللبناني حاسس حاله أنه هو كأنه بلا تياب بلا أمان بلا مرجع بلا سلطة يعود إليها لللبنان طيب يعني هذه فأتفضل إذا تحب تكمل الفكرة ساعتنا في موضوع في موضوع لماذا استخبارات الجيش باستخبارات الجيش في ناس أوادم وكويسين ومرتبين وفي ناس فاتحين على النظام السوري وغيره من أحزاب الأمر الواقع أو الممانعة في لبنان ولكن طبعا فرع المعلومات لم يحط بهذا الموضوع ولم يكلف فيه بس هذا لا يعني أنا أشك بالجيش اللبناني أشك ببعض المواقع في كل الأجهزة اللبنانية وفي كل الدولة اللبنانية وخصوصا في القضاء اللبناني اليوم لدينا مدة عام تمييز جديد نتمنى منه الأفضل ولكن نحن من الذين يعني عبروا عبر اغتيالات ومحاولات اغتيال وعشنا محكمة دولية وعشنا قضاء مقصر في لبنان ومرنا بانفجار مرفأ بيروت وغيره بدون عدالة فما فيك اليوم تطمأنني إلى شيء نعم ما في عدالة بالتحقيقات نعم بس أنا حتى أستفيد من الوقت حضرتك ذكرت كذلك نقطة مهمة جدا رأينا التصويب الذي حصل على اللاجئين السوريين داخل لبنان بوقت أنه اليوم طبيعة العملية هذا هو إن كان هناك سوريون نفذوها البعض يقول محللون يقولون أنه هي لا ترتبط باللاجئين لبل هي ترتبط بأطراف سواء سوريا أو لبنانية لديها قوة بسوريا وبلبنان وبالتالي هذا لا يأتي من أطراف معارضة أو هاربة من سوريا بل هي أطراف فاعلة بسوريا هل في أي معطيات في هذا الإطار اليوم المؤكد أن المعتقلين حتى الآن سوريين وقد أقروا ولكن تحدثوا عن أنهم مرروا سيارتين قبل سيارة المغدور وهذا يزيد في الشكوك أنه كيف مرأوا سيارتين هذا سؤال كبير يعني هن من حسنية من رأوا سيارتين أو ناطرين هذه السيارة بالتحديد هذا السؤال الأول السؤال الثاني جوابا على ما طرحته أنه فعلا هؤلاء أدوات ولكن هناك واحد مطلوب اسمه أحمد نون لبناني زعيم عصابي كبير ولعوا علاقات بعدد من العشائر الموجودة والتي تتحكم بالتهريب بين لبنان وسوريا في الأمور الإجرامية وفي الأمور التجارية والمالية نعم يعني واضح بأي عشائر هل واضح الأسماء يعني حكية مثلا تم اتهام عشيرة معينة بالبدايات تم اتهامها ولكن قيل بعد ذلك وهنا هنا السؤال وانتظار الأجوبة الدقيقة من المخابرات ومن وزارة الداخلية هذه العشيرة كما تضعوا هي تعاونت في إظهار الحقيقة لأنه الجسي وجدت في أراضي تملكها إياه نعم يعني حول هذه القضية الكثير من الشكوك ولكن ما يجب أن يدفن مع باسكال سليمان هو الفتن في لبنان لأنه نحن على أبواب أو على دقائق أو على أشراف على الفتن في لبنان وأنا عشت كل مراحل ما سبق وما جرى خلال الحرب الأهلية وكيف وصلنا إلى الحل بعد ذلك وبقدر إليك أن الليلة يمكن أكثر ليلة مشغول بالي على لبنان من الخارج ومن الداخل تصريح خطير ونحن نبني عليه كذلك أسئلتنا على الجزء الآخر سعد النائب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لأننا أيضا نريد أن نناقش مع حضرتك البعد السياسي والتطورات السياسية الموجودة الآن بلبنان وإذا ما كانت أيضا تصب بنفس الإطار حيث كانت مصادرنا مصادر الحدث قد أكدت عن توافق أمريكي فرنسي بشأن موضوع جنوب لبنان وفي هذا الخصوص صرح للحداث إدوار جابريال رئيس مجموعة العمل من أجل لبنان أنه يجب اعتماد الحل الدبلوماسي بشأن الحدود اللبنانية لأن ذلك يتطلب متابعة وجولات مكوكية موضحا أنه على سياسي لبنان إبلاغ حزب الله أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية على الجنوب إلا إذا حصلت على ضمانات من خلال منطقة منزوعة السلاح وضف جابريال أن آموس حوكشتاين المبعوث الأمريكي للبنان عليها أن ينصح إسرائيل بأن التصعيد في لبنان هو خط أحمر ولن تقبل به واشنطن وأنه يجب زيادة المساعدات للجيش اللبناني ليتمكن من الانتشار عند الحدود مع إسرائيل وأيضا متابعة المحدثات حول ترسيم الحدود وضمان إيصال مساعدة أمريكية لبنية تحتية مستدامة ونموء اقتصادي في جنوب لبنان حيث اعتبر جابريال أن هذه الخطوات المتلاحقة ستكون أساسا لتطبيق الخرار الدولي 1701 ومن واشنطن معنا حول هذا الموضوع مراسل حدث بير غانن بير مساء الخير لك معك أكيد نتبع أي تفاصيل إضافية لا سيما فيما يتعلق عن وجود أي توافق فرنسي أمريكي بموضوع جنوب لبنان كل عام والجميع بخير وتحية إلى معنا الأستاذ مروان أحمد من الضروري القول أن الأمريكيين مهتمون جدا بالوضع في لبنان وهناك عنصران أساسيا في الأوضاع اللبنانية أولا الوضع المتوتر جدا والذي يكاد ينفجر في أي لحظة في جنوب لبنان وهو كان على ذلك خلال أشهر ماضية والوضع الثاني هو تهالك الدولة اللبنانية وعدم وجود رئيس للجمهورية أو وجود حكومة قادرة على إدخال الإصلاحات وبالتالي الحكومة الأمريكية تحاول العمل على هذين العملين أو هذين التحديين الكبيرين أمام الأمريكيين والمجموعة الدولية وأيضا أمام لبنان المقاربة الأمريكية بنت حتى هذا الوقت أولا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيدا وهي أصرت على ذلك بالقول ذلك للحكومة الإسرائيلية وكان هناك نوع من ضغط أمريكي على الإسرائيليين بعدم تصعيد الوضع أو فتح جبهة أخرى عامة وشاملة عند الحدود مع لبنان هناك الجزء الثاني وهو عمل اللجنة الخماثية ويعمل من خلالها أيضا الأمريكيون ما يشغل البال هو أن الأوضاع في لبنان تستطيع أن تنهار في أي وقت وما يشغل البال أيضا هو أن حزب الله وإسرائيل لا يستمعون دائما إلى العناصر الخارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية كما أن الأمريكيين لا يضعون وزنهم الكامل للوصول إلى انتخابات رئاسية في لبنان يصل من خلالها رئيس قادر على القيام بإصلاحات مع حكومة جديدة شكرا جزيلا لك بير غانم على كل هذه الإضاحات مراسل الحدث من واشنطن هذه الإضاحات ننقلها لضيفنا من بيروت مروان أحمد نائب في البرلمان لبناني أهلا بك من جديد ساعة النائب يعني تبعت معنا كلام بير إلى جانب كذلك المعطيات الموجودة في محاولات أو نوع من التوافقات لعدم تدهور الوضع بالجنوب أمريكية فرنسية ولكن كما يقول بير ليس هناك تعويل على أنه لا حزب الله ولا إسرائيل يمكن أن يستمعوا لهذا الموضوع حضرتك قلق من تطور الأوضاع داخليا وخارجيا ولكن هل الأمور بالفعل اليوم من الحكمة سواء لحزب الله أو لأي طرف آخر لا يذهب إلى حرب شاملة مع إسرائيل بلبنان أم لا بكل تأكيد الحرب الشاملة هي ربما تدمير متبادل ولكن بالنسبة للبنان تدمير قد لا نقوم بعده ولا تقوم الدولة اللبنانية أو الكيان اللبناني من بعده لذلك نحن يعني كنا من أول الناصحين لحزب الله بأن لا يستدرج إلى هذه المقارعة في الجنوب وهذه المواجهة التي بدأت تحت حجة أنه في شروط اجتباك وقواعد اجتباك وتبين أنه الأمور فلتت بالمرة ولا أحد يحترم لا إسرائيل تحترم الخطوط الحمر حتى الموضوع من الولايات المتحدة ولا حزب الله أظنني يسمع لأحد في لبنان يسمع ربما لطهران ولعقيدته ول يعني مشاريعه ولكن اليوم الأمور واقفة بلبنان نحن اجتمعنا بأموس هوكشتاين اللي هو موفد الرئيس بايدن وكان آخر كلامه أنه يجب أن نعود على الأقل إلى النقطة الأولى في القرار 1701 يعني وقف العمليات الحربية لكي تتدرج منه الخطوات الأخرى اللي هي سحب السلاح استعمال الجيش ووقف العمليات الجوية الإسرائيلية وغيره ولكن إذا ما بدأنا بما بدأنا فيه بالقرار 1701 بالعام 2006 يعني وقف العمليات الحربية الأمور مفتوحة إلى على أي طارق يعني إذا وقعت قذيفة بمدرسة في إسرائيل أو وقعت قذائف أو استهدف مقر في ناس بلبنان أو نوع من كي بدأ أقول مكان في سكان مدنيين بكثرة ستنفجر الأمور كذلك الأمور متوقفة أن حزب الله يرفض أي وقف لإطلاق النار قبل الهدنة في غزة وكذلك إسرائيل بدأ ضمنات لتعيد مهجريها إلى الحدود كل ذلك لا يستطيع أن يبدأ إلا إذا بردنا الحال الإقليمية إذا إيران ما ردت خارج الحدود المعقولة على الهجوم على الكنصولية وإذا من جرينا كلنا إلى أتون كبير ستكون الحرب الشاملة في الشرق الأوسط وكأنها حرب عالمية مصغرة على صعيد كل الدول العربية تقريبا على الأقل المحيطة بالكيان الإسرائيلي أي فتنة داخلية ساعة النائب أو مواجهات داخلية أو ما الكل كان يتخوف منه بساعات الماضية حرب أهلية هل تخفف من الضغط الموجود اليوم على حزب الله لمتابعة الحرب مع إسرائيل بكل تأكيد لا أتصور أن حزب الله يتحمل أو يريد حرب أهلية في الداخل لأنه يكون يواجه جبهتين والجبهة الداخلية أخطر من الجبهة الخارجية ولا أحد في الداخل حقيقة يعني ذكريات الحرب الأهلية وكل دروسة بعد ماثلة في الذهن اللبناني ولذلك سنعمل كلنا كل الأحزاب وكل القوة لمنع الوقوع في الفتنة لأن الفتنة تفجر البلد أكثر من الهجمات الإسرائيلية فلذلك اليوم الاتكال طبعا على عقلانية البعض للأسف نرى مثلا في الكنيسة المارونية بعض الحكمة البطريارك عقل من غيره نعم المفتي المسلمين كمان من دعاة الهدوء والحكمة نريد من الجميع أن يعني يلتعقوا بهذا الركب ركب إبقاء الحكمة متحكمة وإبقاء روحية اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية وعدم العودة إليها الفتنة اليوم حكيتي عن قصة بيت ميري ومحمد سرور يعني مبين أن الموساد كمان عم يتصرف لأنه هذا مبين الحكاية أنه في ست استأجرت بات استدرجت له هذا الصرف اللي أصلا تحت عقوبات أمريكية ولكن استدرجته وهنيك وقع بكمين من قام بالكمين لا نعرف ولكن الدلائل تشير وتذكرنا بتلك الجريمة التي وقعت في دبي في الفندق من قبل كمين إسرائيلي على أحد مسؤولي حركة حماس شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة معنا هذا المساء في الأخبار الليلة سعد النائب في البرلمان اللبناني مروان أحمد ضيفنا من بيروت